سيدينا ننتقل معكم لضيفنا دكتور ماهر سليم واليوم سنتحدث عن التعليم عن بعد واللي هو موجود أكيد من زمان ولكن ظهر على السطح زي ما حكينا خلال جائحة كورونا سنعرف تفاصيل أكثر من خلال ضيفنا صباح الخير صباح النور وشكرا لكم في برنامج يوم جديد أنا سعيد بوجودي معكم في هذا البرنامج الطيب وبصبح عليكم على شعبنا الأردني الطيب في كامل المملكة الأردنية الهاشمية أهلا وسهلا فيك دكتور مثل ما حكت أليكساندرا عملية التعليم عن بعد هي عملية قديمة وموجودة يمكن وانتشرت أكثر في الجامعات شفناها منذ سنوات طويلة لكن ظهرت على السطح بسبب جائحة كورونا وإجراءات الوقاية والسلامة ومنع السفر وإلى آخره من إجراءات الجميع صار عارفها عملية التعليم عن بعد يعني إلى حد ما في بعض المجتمعات وفي بعض البيئات أصبحت إما معقدة جدا أو لم تفي بالغرض المطلوب منها خلينا نحكي عن التعليم عن بعد بمفهومه الحقيقي الصحيح الذي كان يجب أن يتبع فيما سبق لو أدي تعلمنا من تجربتنا شكرا لك هذا موضوع كثير مهم وأنا بعتقد أنه يعني التعليم عن بعد فيه هناك كان لغط كثير حوله وعدم فهم كامل لطبيعة هذا التعليم التعليم عن بعد هو هو نوع من وسيلة تعليمية بتوصل المحتوى التعليمي للطالب سواء كان في الجامعة أو في المدرسة هذا النوع من الدراسة مش شيء جديد إحنا يمكن تطرينا أن نتجه إليه بعد الكوفيد نايتين يعني 2020 لكن هو موجود من سنة 1700 وشيء واتطور بال1800 وشيء وإحنا في الجامعات بدأ من فترة طويلة يعني بالسبعينات كان موجود كان نسموه بالمراسلة دكتور كان distance learning صحيح صحيح كان عن طريق المراسلات بداية التعليم الإلكتروني كان بالمراسلات صح حتى أول جامعة أو أول مركز تعليمي اشتغل في التعليم الإلكتروني بسنة 1728 كان عن طريق البريد صحيح في السبعينات كان عن طريق المراسلة بالثمانينات صار في عنا التلفزيون والمذياع يعني الراديو والوسائل هذه بالتسعينات والألفين صار في عنا الإنترنت صح أصبحت الآن أصبح التعليم عن بعد الآن هو توصيل العلم من خلال تكنولوجيا المعلومات فهذا هو التعريف البسيط للتعليم الإلكتروني إحنا لما فوجئنا بقضية الكوفيد وصار في الإغلاق في شهر مارس 2020 حقيقة يعني صار فيه اضطرار أن نذهب للأونلاين وهنا أصبحت القضية كبيرة وصار فيه هناك حتى ناس ضد التعليم الإلكتروني لأنه في الحقيقة إحنا ما كنا مستعدين أنا بحكي بشكل عام فيه هناك جامعات فيه هناك مدارس أيضا كانت مستعدة لقضية التعليم الإلكتروني فترة طويلة يمكن قطعة شوط معين لكن معظم الأطراف الأخرى أو الآخرين ما كانوا مستعدين فكان التعليم بطرق يعني أنا بعتبرها أساءت للتعليم الإلكتروني أنه يعني أضاهي تديس كانوا يبعثوا المحتوى العلمي من خلال الواتساب طبعا هذا بش تعليم الإلكتروني ممكن يعمل باوربوينت وبثه هذا بش تعليم الإلكتروني فالتعليم الإلكتروني قضية يعني أكبر من ذلك يحتاج إلى استعداد أكبر ويحتاج أيضا إلى بنية تحتية بالإضافة إلى تقبل مثل هذا النوع من التعليم فهو تعليم طريق وسيل التعليمية معترف فيها وهي في العالم موجودة ويمكن إذا يعني ممكن أعطيكم أمسدي في العالم العربي والعالم الغربي إنها موجودة ونجحة أيضا يعني دكتور مهلا ما عم تحكي عن يمكن الأشخاص مش متعودين إحنا دايما كل شي جديد يعني هو مش جديد ولكن بمفهومنا إنه إحنا هم نروح على المدرسة على الصف منتعلم من خلال المعلم أو بالجامعة نفس الشي من خلال أكيد دا كاترة الجامعات هذا هو المفهوم بالنسبة لكتير من الأشخاص مش متعودين على موضوع إنه عن بعد فلعم نحكي شوي تغيير بالمنتاليتي يمكن هذه كانت فرصة ضرورة تتغيير شوية من نمط تفكيره ويقدر إنه يواكب التطور اللي عم بيصير أكيد بالحياة بس لما عم نحكي كمان قديش في ملل يعني يمكن كتير ناس كانوا يشكوا من إنه طلاب الجامعات ما قدروا إنهم يعيشوا حياتهم الجامعية اللي هي من خلال الدراسة من خلال التعليم بالصف التفاعل تفاصيل هاي كلياتها يمكن كتار يمكن عانوا منها في كتير أمهات كانوا يقولوا بالنصحة أولادنا دكتوري بيشرحوا هنايم يعني عفوا بالتعبير ولكن أنا سمعتها من كتير من يمكن الناس شو بتحكينا على هذا الموضوع أنا بحكي إنه هذا واقع حصل يعني ما ممكن إنكاره ولكن يجب أن نبدأ يعني إذا كان في هناك تجربة سلبية أصبحت يعني في نتيجة عدم الاستعداد أو التعويد التعود على هذه القضية فبالتالي هذا لا يعني إنه نبتعد عنها أنا بأعتقد إنه إحنا لو كنا مستعدين وعننا بنية تحتية كم ما حصل إلا حصل فبالتالي أنا بأعتقد هنا دور إدارة التعليم العالي الوطني اللي هي يعني ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية هيئة الاعتماد هذه المؤسسات المعنية بالتعليم يجب أن تركز على وضع تشريعات وتشجيع هذا النوع من التعليم بمعايير دولية يعني واضحة وقوية حتى ما يزر في إساعة الأهم من كل هذا أنت حكيت على قضية الملل وأنه الطالب ما فيه تفاعل أنا بأعتقد إنه التعليم الإلكتروني السليم الصحيح فيه تفاعل لأنه إذا إحنا وضعنا البنية التحديث السليمة ووضعنا يعني مثلا على الجامعة بتكون جامعة افتراضية بيكون الكلاسروم اللي هو الافتراضي وكأنك موجود داخل الصف بيصير تفاعل يعني شرط التعليم الإلكتروني حتى ينجح يجب أن يكون فيه تفاعل صح صح والطالب هو محور العملية التعليمية يعني بيكون عضو هاي التدريس هو زي المنسق زي المسهل زي الانستركتر يعني ولكن الأساس في عملية التعليم الإلكتروني هو الطالب وهنا إحنا من نعمل يعني إنجاز في عملية خلق خريج عنده مهارات لأنه الآن أصبح المهارة يعني مهمة جدا وسوق العمل يحتاج إلى مهارات صح دكتور ذكرت نقطة مهمة جدا ولكن لابد من الإشارة هنا إلى تأهيل المدرس سواء كان عم نحكي عن مدرس مدرسة أو هو مدرس في الجامعة دكتور أو حاصل على درجة الماجستير هذا واحد واثنين عندك كمال مطلقي اللي هو الطالب صح؟ فكيف إحنا ممكن نأهل هذول لأنهم أركان مهمين في عملية التعليم كيف ممكن نأهلهم؟ زي ما تفضلت يعني انت حكيتي على يعني يعني استيكهولدرز اللي هما صحاب العلاقة في العملية التعليمية يجب أن يكونوا مؤهلين أيضا عناصر الأخرى في الجامعة أو في المدرسة من إداريين وغيره فبالتالي يعني إحنا حتى نبدأ في التعليم الإلكتروني الصحيح يجب أن يكون فيه تأهيل يعني إحنا لما مثلا قبل الوباء لما سمعنا عن الوباء وإنه ممكن أن يصير فيه إغلاق في الجامعات عملنا دورات في الجامعات لتدريب عضاهي التدريس والطلبة صح الفترة كانت قصيرة ولا كانت مفيدة ولكنها كانت مفيدة هلأ بشكل عام على المستوى الوطني يجب أن يكون فيه هناك دورات تأهيلية للطلبة ولعضاهي التدريس هذا الدرس المستفاد من جهة كورونا والإداريين أيضا ولأنه التواصل يجب أن يكون فعال وبالتالي الكل يجب أن يكون ملم وعنده معلومة وعنده ثقافة طيب دكتور ماهر لما نحكي عن التعليم عن بعد أو الأونلاين هل ممكن في يوم من الأيام يلغي التعليم الطبيعي يعني إحنا شفنا مثلا قديش الإنترنت أثر يمكن على الأشياء الورقية على الصحف يعني أثرها كتير من حياتنا هل ممكن أنه يلغي التعليم التقليدي اللي إحنا تعودنا عليه ورسالة يمكن إلك سريعة للأهل للطلاب كيف نقدر فعلا نتأقلم مع أنه إحنا سريعين نتأقلم بشكل عام البشر ولكن كيف نقدر نتأقلم بشكل أكبر مع التعليم للكم نحن أثبتنا الأردنيين أنه في الجائحة وضعنا كويس آآ آآ لا الحمد لله يعني مقارنة في كثير من الدول إحنا وضعنا أفضل الغاء التعليم الوجاهي في المدى المنظور أنا أعتقد يعني مستحيل يعني له أسباب عديدة جدا لكن التمكين وتعزيز هذا التوجه ضرورة ليش؟ لأنه هذا هو المستقبل يعني أنا لما أحكي المستقبل لأن الجامعات اللي في العالم اللي هي المرموقة المصنفة عالميا مثل أوكسفورد وكيمبريج وييل والجامعات هذه عندها برامج أونلاين وعندها برامج افتراضية وفيه هناك جامعات أيضا افتراضية غير الجامعات التقليدية بدت تطرح برامج افتراضية ويسجلوا فيها الطلبة نحن في المنطقة العربية ليس سرا أنه كثير من الدول العربية بدت في القضية هذه ونحن نداء للجهات المعنية أن نبدأ يعني بكل النقاط السلبية يجب أن نبدأ ونتخطاها هل تعلموا أنه مثلا في سوريا جامعة افتراضية في تونس في جامعة افتراضية في السعودية في جامعة افتراضية في الإمارات في جامعة افتراضية وكثير من دول العالم فيها جامعة افتراضية فبتالي احنا دائما كنا وان شاء الله من ضل في طالعة الدول في التعليم فهذا شيء جديد يجب الاستثمار فيه ويجب تعزيزه وتمكينه بالطرق السليمة ووضع كل التعليمات والتشريعات والقوانين اللي بتضبطه حتى ما يصير اللي اتفضلت فيه في قضية ان واحد يدخل مكان واحد او واحد يغش او القضايا اللي اسمعنا فيها في المجتمع هذه تجربة في كل تجربة لها مساوئ وإلها إيجابيات ندرس المساوئ ونحاول نحسنها والإيجابيات منعززها صحيح فأنا آمل هاي رسالتي انه إدارة التعليم العالي في الأردن ان تنتبه إلى وتعزز او تشجع قضية الجامعات الافتراضية والتعليم عن بعد يعني دكتور انت أثرت بحضورك اليوم معنا قضية كتير مهمة شكرا إليك شكرا على هذه المعلومات وأتمنى أن الجهات فعلا المعنية أنها يعني بعد ما صلطت اليوم ولو بشكل مختصر على هذا الموضوع فعلا أنه تلتقط هذه الفكرة وتبدأ بتنفيذها إن شاء الله إن شاء الله كل الشكر إليك دكتور شكرا إليك كل الأخط شكرا أهلا شكرا للبرنامج أهلا 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 يعني فعلا هي تحديات كتير كبيرة بتواجه التعليم ما اختلفنا ولكن نحن بما أنه سبقين في الأردن في هذا المجال في مجال التعليم ونعتبر من الرواد يعني في العالم العربي وعندنا حتى نسبة الأمي قديش قليلة ويعني كنا في سنوات كنا نقول شبه تقريبا قدرنا أنه نقضي على عدد كبير منها فإذا هذا واحد من الأشياء أليكس اللي فعلا لازم نشتغل عليها دائما من أولى رب ضارة النافعة يمكن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي ولكن فتحت عيوننا على تفاصيل لازم ناخدها أكيد بعين الاعتبار وتحديدا عم نتحدث عن التعليم عن بعد